الآن أبناء إيسوف نتحدث عن الأعداد المركبة والمتتالية الهندسية قال زاد آن متتالية الأعداد المركبة المعرفة بالعبارة زاد صفر يسعين أربعة وزاد آن زائد واحد تسعين واحد على اثنان في واحد زائد اي في زاد آن سؤال الأول قال أوجد طاولة وعمدة كل من زاد واحد حتى زاد خمسة ثم عندنا أعطيت لنا دالتا آن تسعين القمة مطلقة لزاد آن زائد واحد ناقل زاد آن أحسب دالتا آن زائد واحد بدلالة دالتا آن بيّن أن المتتالية دالتا آن هندسية يطلب إيجاد حدها الأول وأساسها أحسب إلي دالتا آن بدلالة آن استنتج العدد الطبيعي آن صفر بحيث لما يكون آن أكبر أو آن صفر أصغر أو يسعين لنا آن يكون دالتا آن أصغر من عشر قوى ناقص إثنان ننطلق على بركة الله إذن هنا لإيجاد لاحظوا جيدا لو نلاحظ إلى طاولة لاحظوا إلى هذا العدد لهو زاد صفر أبنائي ما هي طاولته طاولة زاد صفر وهي الأربعة عمدته أرغ زاد صفر بما أنها هذه القيمة هي عدد حقيقي موجب فإن طاولتها ماذا أبنائي طاولتها عمدتها هي الصفر بهذه البساطة ثم لاحظوا جيدا ما رأيكم أبنائي الآن لنسمي هذه واحد على إثنان في واحد زائد إي أنها نسميها آلفا يعني هذه القيمة هذه القيمة أبنائي نسميها آلفا ونلاحظ كيف تتم عمليات الحسابية بأبسط طريقة متابع جيدا أبنائي إذن عندنا في الأول لاحظوا عندنا قلنا أنه الآلفا هذا الآلفا الذي تحدثنا عليه هذا الذي يظهر هنا ركزوا أبنائي أنا يسوي لنا واحد على إثنان في واحد زائد إي ويسوي لنا ماذا أولا كيف نعين الطاولة طاولة الآلفا هذا العدد لوحدي هذا العدد طاولة تسوينا ماذا واحد على إثنان هذا العدد يبقى كما هو في ماذا في مربع الحقيقي اللي هو كم واحد مربع زائد مربع تخيل العدد المضروف اللي هو واحد كم ينتج ينتج أن طاولة الآلفا كم تصبح أبنائي صبح لنا جذر إثنان على إثنان لأن هذه تعطينا جذر إثنان هذه فيما يخص الطاولة الآن نأتي إلى العمدة العمدة اللي هي كوس تيطا نسميه الحقيقي لاحظوا الحقيقي ركزوا هذه لا تؤثر علينا هذه يعني بهذه البساطة هذا المكان هذا العدد لا يؤثر ماذا ينتج أن طاولة الحقيقي على الطاولة منطق تصبح لنا جذر إثنان على إثنان سينيس تيطا ماذا يسوي التخيلي ها هو التخيل العدد المضروف في الإي على الطاولة صبح لنا كم أبنائي الطاولة يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لم تأخذ الجذر إثنان على إثنان لا يهمنا هذا العدد يا أبنائي لأنه مجرد عدد حقيقي موجب الآن ماذا ينتج؟ ينتج لنا جذر إثنان على إثنان لو نلاحظ إلى هذه الزاوية أولا أين هو موقعها في الدائرة المثلثية لو نتابع تقع في الربع الأول لأن الكوس موجب والسينيس موجب إذن تقع هنا بما أنها تقع هنا نقول الزاوية لو جاءت هنا نقول P ناقص الزاوية لو جاءت هنا نقول P زايد زاوية ولو جاءت هنا نقول ناقص الزاوية هذه الربعية الآن هذه الزاوية مشهورة ما هو؟ ما هي الزاوية التي السينيس لها والكوسينيس متشابهان وهي P على أربعة إذن arg يصبح لنا arg ألفا هو P على أربعة لهذا هذا العمل موجود أمكم إذن هذه الطاولة وهذه العمدة زاد صفر طاولته ما هي؟ طاولته هي الأربعة وبما أنه حقيقي وموجب فإن العمدة هي الصفر الآن نأتي إلى بقية الزاد واحد وزاد إثنان لنلاحظ جيداً زاد واحد ماذا يصبح يسوي لنا؟ يسوي لنا ماذا؟ يسوي لنا ألفا لاحظوا جيداً يسوي لنا هذه القيمة اللي هي ألفا في ماذا؟ في زاد كم نعطي له هنا حتى نتحصل زاد واحد إذن نعوذ هنا بالصفر كذلك نعوذ بالصفر ماذا ينتج؟ ينتج أنه يصبح لنا كم هنا؟ زاد صفر يصبح لنا زاد واحد يسوي الألفا ما هي؟ الطاولة تصبح كذا هذا العدد لو نكتبه على الشكل الأسي ماذا يعطي لنا أبنائي؟ يعطي لنا جذر اثنان على اثنان في أسية اي بي على أربعة لم أفعل شيء إنما قمت بكتبتي على الشكل الأسي وزاد صفر ما هو؟ هو أربعة في معنى في أربعة يختزل هذا ما هذا يصبح زاد واحد يسوي لنا اثنان جذر اثنان في أسية اي بي على أربعة ما معنى؟ معنى ها هي الطاولة وها هي العمدة فقط الآن نأتي إلى ماذا؟ انطلق الآن إلى زاد اثنان ماذا ينتج يسوي؟ زاد اثناني نعوذ هنا بكم بواحد وهنا بواحد ماذا نتحصل هنا؟ واحد وواحد وهو زاد اثنان يسوي لنا ألف في ماذا؟ في زاد واحد تصبح لنا زاد اثنان يسوي لنا ما هي الألف أبنائي؟ الألف دائما قلنا أنها هي هذه التي هي الطاولة في أسية الزاوية اللي هي بي على أربعة في ماذا؟ في زاد واحد زاد واحد ها هي قيمته كم ينتج؟ ينتج لنا اثناني جذر اثناني في أسية اي بي على أربعة لاحظوا جيدا كيف تتم العملية أبنائي؟ تتم العملية ببساطة مطلقة تصبح لنا زاد اثناني يسوي لنا ماذا؟ تصبح لنا أثنان وبعة داخل حول إثنان في أسية ا ثم نجمع الزاوية الكتبات في زاد اثناني حول إثناني من أزوج اننا ماذا؟ п على أربعة زائد بي على أربعة ببعش Brady 20 لأنه عندما يقول أن هنا نجمع الأسس نحسب لنا زاد اثناني في أسيلك أثناني في أسية ا وثم ههنا تصبح لنا اثناني بي عربعة غيرا وهي بي على اثنان هذه هي الطاولة وهي العمدة كذلك هكذا معناه نتابع واحدة تلو الأخرى حتى نتحصل على جامعهم ها هي الزاد إثنان لاحظوا الآن إلى الزاد ثلاثة بنفس الخطة معنا هنا نكتب ركزوا أبنائي نكتب هنا ثلاثة ثم ماذا؟ ثم هذا الزاد إثناني يضرب في الآلفة اللي هو ماذا؟ أبنائي قلنا أن الآلفة يساوي لنا لاحظوا جيدا ها هي الآلفة قلنا هي جيدر إثناني على إثنان إذن جيدر إثناني على إثنان في أسية إي بي على أربعة ثم نكمل يا أبنائي كذلك بنفس الخطة فتحصل الزاوية بعد الجمع هذه مع هذه تصبح لنا ثلاثة بي على أربعة ثم إلى زاد ماذا؟ زاد أربعة يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا هذا العدد مضرب كذلك في جيدر إثناني على إثنان في أسية إي بي على أربعة اللي هو الآلفة ثم بعده كذلك لنتحصل عليهم جميعا بهذه البساطة فقط معنى زاد خمسة يصبح لنا ماذا؟ يساوي لنا ماذا؟ يصبح يساوي لنا زاد أربعة زاد أربعة ها هو أبنائي أمامكم يصبح لنا زاد خمسة يساوي لنا ألفة اللي هي جيدر إثناني على إثنان في أسية إي بي على أربعة في ماذا؟ في الطاولة هناك واحد في زاوية إي بي نوحد كذلك المقامات تصبح لنا خمسة بي على أربعة هي العمدة والطاولة كم تصبح لنا جذر 2 على 2 بهذه البساطة المطلقة فقط أبناي الآن بعد ما أكملنا مع هذا الشيء نأتي الآن إلى السؤال الذي بعده قال من أجل كل عدد طبيعي نضع دالتا أن مجرد دالتا أن عند اسمية مثل ما أو آن أو ذي أن مجرد اسمية للمتتاليات قال أحسب دالتا أن زايد واحد بدلالة دالتا أن ما معنى معنى يريد مني أن نقول هكذا دالتا أن زايد واحد يعني إن أضاف هنا زايد واحد فهنا كذلك يضاف واحد وهنا يضاف واحد ماذا ينتج؟ ينتج أنها تصبح توسعي لنا طاولة زاد أن زايد اثنان لأن هذا زايد هذا ناقص زاد لأن زايد واحد لم نفعل شيء أبنائي فقط ثم بعدها نكمل الحساب نقطة بنقطة لا يوجد شيء ربما يؤثر لاحظوا جيدا ها هي أمامكم أبنائي نقطة بنقطة لاحظوا إذن عندنا دالتا أن زايد واحد سألنا زاد أن زايد اثنان ناقص زاد أن زايد واحد يساوي نأتي الآن بعبارة ماذا؟ نأتي أولا بعبارة ها هي عبارة لاحظوا جيدا ها هي عبارة هنا إذا قلنا هنا زايد واحد هنا كذلك نضيف زايد واحد بهذه البساطة معنا أتينا بالعبارة زاد أن زايد اثنان بهذه البساطة ناقص ماذا؟ واحد على اثنان واحد زايد اي في زاد أن أن لن ننسى القمم مطلقة يعني طاولة طاولة بأبسط طريقة لماذا أبنائي؟ لأن نحن عندنا لاحظوا جيدا لأن عندنا زايد آن زايد واحد قلنا أنه يساوينا واحد على اثنان في واحد زايد اي في زايد آن لكن إذا أضفنا هنا الواحد ماذا نضيف هنا؟ نضيف هنا الواحد تصبح هنا آن زايد اثنان وهنا يصبح لنا آن زايد واحد بهذه البساطة إذا ناقص ماذا؟ تصبح لنا ناقص زاد لماذا؟ لآن زايد واحد وها هو آن زايد واحد كم يساوي ثم الآن نفكر لأننا نعمل مع طاولة لاحظوا ماذا ينتج يا أبنائي ينتج بعد العمل استخرجنا أنه ماذا؟ أنه استخرجنا هذه القيمة اللي هي الألفة دائما هذه الألفة أبنائي استخرجناها كعامل مشترك لكن بما أنها جداء عدد المركبين يساوي جداء الطاولتين ها هي يا أبنائي أمامكم جداء عدد المركبين يساوي جداء الطاولتين لكن طاولة هنا كم هذه الطاولة؟ قلناها أنها هي جدر اثنان على اثنان ثم بقي لنا هذه القيمة ما هي هذه القيمة؟ أبنائي ربما لا تظهر لكم جليا إنها طاولة لاحظوا إنها طاولة زاد آن زائد واحد ناقص زاد آن وهذه قلناها ما هي؟ هي دالطا آن إذا لاحظوا دالطا آن زائد واحد لاحظوا ماذا يستخدم لنا يا أبنائي يستخدم جدر اثنان على اثنان في دالطا آن وهذا ما يوحيبنا إلا إلى شيء واحد سوف نلاحظه ما هو نحن نعلم أن المتتالية الهندسية تكتب ذي لآن زائد واحد يستخدم لنا ذي آن في كي لو نلاحظ إلى هذه الكتابة هذه مع هذه الكتابة لنلاحظها أنها نفسها أن أصبح دالطا آن زائد واحد يستخدم لنا جدر اثنان على اثنان في دالطا آن لاحظوا بالمطابقة أنه هذا ماذا يصبح؟ يصبح هو الأساس معناه ها هي متتالية هندسية أساسها هذا اللي هو جدر اثنان على اثنان نتابع جيدا أبنائي الآن من المساواة لدينا دالطا آن زائد واحد يصبح جدر اثنان على اثنان في دالطا آن ننتج أن إلي دالطا آن ما هي متتالية هندسية أساسه هذا العدد المضروب في دالطا آن ها هو الأساس آر أو يسمى كي المجرد بسمية بعدها لاحظوا جيدا وحدها الأول حدها الأول كيف يحسب أبنائي بأبسط طريقة لهو عندنا العلاقة ماذا تقول لاحظوا العلاقة إذا قلنا أن أحدها الأول هو دالطا صفر نضح هنا الصفر ونضح هنا صفر ونضح هنا صفر ماذا ينتج ينتج لأن تساوينا طاولة ماذا طاولة لنا زائد واحد ناقص طاولة زائد صفر طاولة زائد واحد كم لو نلاحظ جيدا إلى طاولة زائد واحد أبنائي ها هي أمامكم لاحظوا طاولة زائد واحد هي جذر اثنان جذر اثنان في اثنان ناقص طاولة زائد صفر وهي ها هي أمامكم وهي الأربعة ها هي أبنائي أمامكم لاحظوا ها هي الناقص ماذا قربع أعطيت لنا هذه النتيجة نتابع جيدا إذا لاحظوا أبنائي نتابع كيف وجدت دالطا صفر يعني الحد أول لاحظوا إذن عندنا دالطا صفر يسوي لنا طبقا لهذه القاعدة قلت نضع هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر يسوي لنا طاولة زائد واحد ناقص زائد ماذا صفر تسوي لنا دالطا صفر يسوي لنا زائد واحد ما هي ها هو الزائد واحد يا أبنائي نكتبه على الشكل الأسي أولا يصبح لنا ماذا إثنان في جذر إثنان في أسية إي بي على أربعة ناقص ماذا زائد الصفر لهو كم هو قيمته هو أربعة أعطي لنا في نص التمرير يسوي لنا دالطا صفر يسوي لنا الطاولة ثم هذا نحوّله إلى الشكل المثلاثي لاحظوا جيدا تصبح لنا إثنان جذر إثنان في كوس بي على أربعة زائد إي في سيونس بي على أربعة لاحظوا جيدا ناقص أربعة لكن لا ننسى أن نعمل مع الطاولة ماذا تساوي لنا يسوي نقوم بعملية الآن تصبح لنا طاولة جذر إثنان في كوس بي على أربعة ما هو أبناء اللي هو جذر 2 على 2 زائد E سينيس في على 4 اللي هو جذر 2 على 2 لاحظوا جيدا ناقص 4 يصبح يساوي سوف نقوم الآن بعملية النشر لما ننشر يحدث هذا الفعل أنه هذا يذهب مع هذا يصبح جذر 2 فيه جذر 2 يصبح لنا 2 لننسى الطاولة ثم هذا في هذا بنفس الخطة ماذا يصبح لنا أبناء يصبح لنا زائد 2E لأن هذا يختزل كذلك مع هذا والجذر 2 في الجذر 2 يصبح 2 ناقص 4 تصبح لنا ناقص 2 زائد 2E لأن هذا مع هذا هذه الطاولة ماذا تساوي لنا تساوي لنا تحت الجذر هكذا الحقيقي مربع اللي هو الأربعة زائد التخيل اللي هو المضروف في الأE زائد أربعة ماذا ينتجي أبناء ينتجنا الثمانية ثمانية تحت الجذر ما هي الثمانية هي أربعة في إثنان اللي هي إثنان الجذر وإثنان ها هي ظهرت كيفية إيجاد دالتا صفر اللي هو حدها الأول ومنه ماذا نقول ومنه المتتالية هندسية حدها العام ما هو حد العام للمتتالية الهندسية مشهور أن الحد العام للمتتالية هندسية دالتا آن يساوي لنا ماذا دالتا صفر في أر قوة آن ناقص صفر ما نصبح لنا دالتا آن يساوي لنا دالتا صفر قيمة ها هي لهي إثنان جذر إثنان في ماذا؟ في الأساس لهو جذر إثنان على إثنان الكل قوة آن ها هي المتتالية الهندسية بهذه البساطة المطلقة فقط الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال ابنا نأتي إلى السؤال الأخير قال استنتج العدد الطبيعي آن صفر بحيث لما يكون هذا الآن صفر يكون أصغر من آن يكون دالتا آن أقل من عشر قوة ناقص إثنان ما علينا الآن إلي إتيان ماذا؟ إتيان بهذه العبارة معناها دالتا آن أقل لاحظوا معناها لكن لما نقول أقل من عشر قوة ناقص إثنان معناها بهذه العبارة هي نفسها أقل لأنها هي الدالتا دالتا يستوي إذن يصبح هذه القيمة نفعل نقول إثنان جذر إثنان في جذر إثنان على إثنان كل قوة آن هي أصغر من عشر قوة ناقص إثنان ثم نحل هذه وترجعها لاحظوا جيدا أبناي كيف تتم العمل ها هو الأمر لاحظوا يصبح لنا دالتا آن أقل من عشر قوة ناقص إثنان يكافئ ماذا؟ نأتي بعبارة الحد العام هذه نعوذها في مكان دالتا آن يكافئ ماذا؟ لاحظوا إلا هنا ما علينا إلا أن نكون جيدين في عملية الحساب تابعوا جيدا كيف تتم العملية أبنائي؟ لاحظوا جيدا هنا عندنا عشر قوة ناقص إثنان لكن هنا نقوم بماذا؟ بعملية التفكيك قمنا بعملية التفكيك ماذا أعطت لنا؟ أعطت لنا لاحظوا جيدا أعطت لنا إثنان قوة ناقص واحد على إثنان أن زائد ثلاثة على إثنان يقول أحدكم كيف يا أستاذ؟ سوف نتابع لماذا لاحظوا جيدا أبنائي كيف من هذه القيمة؟ كيف نتوصل إلى هذه القيمة؟ لاحظوا ما هي هذه القيمة تابعوا جيدا أبنائي لهي إثنان قوة ماذا؟ ناقص واحد على إثنان أن زائد ثلاثة على إثنان ركزوا أبنائي هنا من خواص القوة سوف نأتي إلى هذه العبارة لاحظوا سوف نقوم بهذا الفعل نقول إثنان في جذر إثنان ثم عندنا هذا سوف نقوم بتفكيك لهو يصبح لنا جذر إثنان لكل قوة آن في ماذا؟ في واحد على إثنان لكل قوة آن لم نفعل شيء البسط أخذ أسه مقام أخذ أسه ماذا يصبح يا أبنائي؟ أن هذه الإثنان التي في المقام لو تقلب إلى البسط تغير إشارته إشارة قوتي هذه قاعدة في الدلل الأسي يصبح لنا هنا ماذا؟ يصبح لنا إثنان قوة ناقص آن لاحظوا واحد على إثنان لكل قوة آن هذه تسعينا إثنان قوة ناقص آن وهذه خواص من خواص الدول الأسية تحدثنا على ذلك الآن نتابع جيدا لو نقوم هذا مع هذا ماذا يعطي لنا أبنائي؟ يعطي لنا إثنان قوة ماذا؟ قوة واحد ناقص آن لأن أسه هذا واحد نجمعه مع هذا أما الآن جذر إثنان ما هو؟ جذر إثنان في الأصل هو إثنان قوة نصف والآخر جذر آن لهو ماذا؟ إثنان قوة واحد على آن دائما لما ننزع الجذر نقلب القوة إذا قلنا مثلا جذر هذا خمسة جذر ثلاثة تساوي ماذا؟ خمسة على واحد على ثلاثة هذه من خواص القوة ماذا ينتج لنا أبنائي؟ ينتج لنا يساوي الآن بما أنها إثنان 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 نجمع القوة تصبح إثنان قوة واحد ناقص آن زائد واحد على إثنان لاحظوا جيدا قلنا كذلك زائد أركزوا زائد واحد على آن لو نقوم الآن بعملية حسابية ونقوم بتوحيد المقامة تصبح تساوي لنا إثنان لاحظوا جيدا عندنا هذا مع هذا كم يعطي لنا؟ لو نواحد هنا المقام وهنا تصبح لنا ثلاثة على إثنان ثم عندنا كذلك هذا لنواحد إلى المقام الآن نضرب في الإثنان وفي الإثنان ماذا ينتج؟ ينتج لنا واحد على عفوا ينتج لنا واحد على إثنان في آن هذه القاعدة قم بجمع لاحظ هنا على إثنان عفوا هذا يعني هنا واحد على إثنان أركزوا أبناء إذن ماذا نتج؟ نتج هذا الأمر فقط لم ينتج شيء أركزوا بهذه البساطة المطلقة أبناء الآن بعدما استخرجنا هذه الأمور سوف نتحدث لاحظوا عن كيفية إيجاد الآن لاحظوا جيدا بما أن أعطيت لنا هذا للتخلص من هذه الأسس ندخل ماذا؟ قاعدة يسمى قاعدة اللغة رتمة بكل بساطة كيف أبنائي؟ عندنا هنا للتخلص من هذه الأمور لو ندخل من هنا اللان ومن هنا اللان ماذا ينتج؟ أبنائي ينتج من الخواص أن هذا إذا لاحظوا تصبح لنا لغة رتمة إثنان قوة ناقص واحد على إثنان آن زائد ثلاثة على إثنان هكذا أقل من عشر اللغة رتم عشر قوة ماذا؟ قوة ناقص إثنان هذا ينزل وكذلك هذه القوة لا الحق أن تنزل ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا هذا الشيء أن هذه تصبح هنا إثنان ثم ماذا؟ يبقى لدينا هنا ماذا؟ يبقى لدينا اللغة رتمة إثنان هذا سوف يأتي إلى هذا المقام ركزوا هنا ينزل أكيد اللي هو عندنا نقص إثنان لما تنزلت نزل نقص إثنان ها هي قائدة ما لا تحسن يكافئ ماذا؟ بعد الحساب بي الآل الحسبة ونقل هذه القيمة إلى هذه الجهة نتج هذا الفئلد أن ناقص واحد على إثنان آن أقل من ماذا؟ من ناقص ثمانية فاصل خمسة عشر الآن سوف تضرب المتبينة في ماذا؟ في الناقص حتى تقلب تصبح هكذا ينتج أنها ماذا؟ تصبح هنا هكذا تقلب ويصبح هنا هذا وهذا ثم هذا تصبح لنا بكم؟ تصبح لنا آن أكبر من ستة عشر فاصل ماذا؟ فاصل ثلاثون ما هو العدد الطبيعي مباشرة الأكبر من ستة عشر فاصل؟ الأكبر من ستة عشر أكيد هو السبعة عشر فقط ها هي الآن كم نتجت يا أبني أنتجت السبعة عشر فقط بهذه البساطة المطلقة ترجمة نانسي قنقر